يعني آخر ربما مستجدات هذا الموضوع عن المنطاد البالون وأنه وقع غضب طبعا شديد كبير واستغلته الولايات المتحدة والإعلام الأمريكي يشن في هذه الساعات التي مضت منذ ظهور موضوع المنطاد وخاصة اليوم، البرح في الليل واليوم لما اكتشفوه كان الصباح عندهم، احنا كان عندنا المساء الإعلام الأمريكي شن حملة رهيبة على الصين حتى الصين اليوم خرجت قالت من أنهم يشيطنوننا في أمريكا وأنهم يتخذون من قضية المنطاد ذريعة للتهجم علينا وأن هذا لا يليق بين الدول الكبرى وأنه من الأفضل لنا ولأمريكا أن نتحدث بهدوء وأن الصين تحترم سيادة الدول الأخرى إلى آخر إلى آخر شعرت الصين بأنها ربما حققت شيء وهو إحداث صدمة نفسية للأمريكيين من أن يمكن لدولة أخرى في هذا العالم أن تبعث وتتجسس عليكم هذه حققتها الصين وبالتأكيد سيكون لها ما بعدها يعني الأثر النفسي استطعت الصين أن تحدث أثر نفسي مزعج جداً للولايات المتحدة لكن الولايات المتحدة خذت الخط من جهتها وحولت هذا التهديد وما عندهم يسموها turning the threat to an opportunity حولت هذا التهديد إلى فرصة ما هي الفرصة؟ الفرصة أن تقنع مزيد من الأمريكيين ومزيد من الغربيين وربما حتى آخرين مثل اليابانيين وغيرهم من أن الصين خطر على الجميع إذا كانت ترسل منطاد للتجسس على الولايات المتحدة فمعناها رأي راسل مناطيد للتجسس على اليابان على كوريا وهذه المنطاد أو هذه المناطيد هذه البالونات في الغالب ما تتشافش لأنهم كيفاش قدروا يشوفوه لأنه لسبب معين منطاد هذا هبط إلى تقريبا حوالي 18 كيلومتر فوق الأرض بينما المناطيد اللي موالفين يرسلوها الصينيين وغيرهم لازم تكون خاصة في الفترات اللي تحسنت فيها هذه الأسلحة لأن هذه أسلحة المناطيد تستخدم كأسلحة أيضا وكان استخدمت بشكل كبير في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وانظروا إلى التطور منذ ذلك التاريخ هذه المناطيد في الغالب تكون فوق 25 كيلومتر في الأجواء فما تبانش يعني يتخيل أن مساحتها هي مساحة مثل شكل حافلة أو حافلتين تحطهم مع بعض هذا هو المساحة متاعها والحجم متاع المنطاد لكن يبدو أنه لأسباب ما نخفض هباب هذا المنطاد فشافوه الأمريكية يقدر يقول لواحد كيفاش أمريكا وما تقدر شوف الأجواء انتحها بطريقة الحال لأنها هذه تتبان قطرة في السماء يعني ما تبانش يعني لكن لماذا السؤال اللي كان مطروح اليوم لماذا تلجأ الصين إلى لأنه احتمالات كبيرة تجسس أيضا أن هذا المنطاد للتجسس طبعا الصين في واحد من التبريرات طبعا الذي لا يصدقها حتى الأطفال قالت أنه ظل الطريق ظل الطريق بالصحرح مباشرة إلى فوق الأجواء منتاع مونتانا وكارولاينا الشمالية خاصة مونتانا اللي فيها فيها أسلحة وفيها مراكز تاع صناعات حربية متطورة وسرية جدا إلى آخر إلى آخر يعني مركز من المراكز الرئيسية في الولايات المتحدة يعني هذا المنطاد هو ولا بطل غير كما هو المناطي التغلط ولا بطل وبعدين الصين بعيدة على الولايات المتحدة بما يقارب بالطيران لما الطائرة ما تتوقفش 14 ساعة لما الطائرة تقوم 900 كم للساعة يعني بيناتهم 11600 كم في المساح في المساحة فهذا كله يخلي طبعا الرواية الصينية متهافتة كما قلت المارح لكن السؤال وشخصيا جاني هذا السؤال في ذهني اليوم بحثت شوية بقيت الموضوع لماذا لجأت الصين إلى المنطاد هذا هما يرام يقولوا اثنين الآن واحد في أمريكا الجنوبية واحد في فوق المرة على كندا والولايات المتحدة قال لك لأنه يعني الصين عندها الآن تجسس في الفضاء تجسس الأقمار الصينعية الفضاء مالي بالأقمار الصينعية الأمريكية والصينية والروسية والبريطانية والألمانية إلى آخر مالية والإسرائيلية وغيرها طبعا الصين ربما الآن عندها آلاف أمريكا عندها آلاف لأنهم يريدون أن يراقبوا العالم أجمع وكل كل واحد من هذه الأجهزة تراقب أجواء معينة وأراضي معينة من هذه الأقمار الصينعية لكن قال لك الفرق هو أن الأقمار الصينعية يمكن إزعاجها من الأرض كأن طرق معينة يمكن تشويش عليها وخاصة لأنها بعيدة جدا فالتشويش عليها وتحويلها أو حتى محاولة تغيير مصارها أو موجود بينما المناطيد فالغالب لا تكتشف وهي صغيرة وما فيهاش ماهاش مغطات بالألمنيوم إلى آخر لأنه يبدو أن الألمنيوم يعكس بالنسبة الأقمار الصينعية يعكس أو يقدم صورة أن تعورها موجود وفق أدوات معينة تستخدم فيكتشف بينما هي طبيعة الحال بشكل من الهيليوم أساسا وأنها لا تكتشف بسهولة هذا واحد الأمر الثاني أنها تتحرك وتقدر تتحرك أحيانا بسرعة الأمر الثالث أن في الغالب الدول الكوبرا مركزة على الأقمار الصينعية مش مركزة على البالونات لأنها قل لاستخدام إلا أن الصين في الفترة الأخيرة الآن الأمريكيين وينزلوها مع ذلك ليس سهلا قرأتنا خبر قال لك أن حدث أن كان منطاد أرادت كندا وهذا المنطاد كان كنادي قبل سنوات لأسباب معينة ظل الطريق متعوا فأرادوا أنهم يهبطوه فأطلقوا مدة ستة أيام وهم يطلقون فالرصاص عليه باش نزل يعني باش كان فيه ثقوب 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 كل مرة ديزيده في الثقوب باش أصل إلى النزول هذا أخضر موجود لمن يريد أن يتابع هذه الموضوعات رهي موجودة فقط الإنسان يبحث في جوجل ويوجد كل هذه المعلومات اليوم ما ربما يهتم بها أكثر المهم فيها هو ما هو تأثيرها على هذه العلاقات علاقات ما بين دولتين مهمتين كبيرتين متصادمتين ومتصارعتين في عدة أماكن من بينها ربما ما خرجت ما خرج من عند جريدة أمريكية قالت هذه الجريدة الأمريكية من أن الصين في الحقيقة رهي تساعد في الروس وأنها اكتشفت أعتقد الول ستريت جورنل هي اللي خرجت هذه المعلومات قالت أنها اكتشفت ذلك تقريبا بالصدفة عندما راقبت راقبت سجلات الجمارك الروسية طبعا هذه السجلات موجودة موجودة المفروضة معلنة ويبدأ أن الروس أنساوا بشي أنهم في حالة حرب فيغطوا بعض السلاء فيبدأ أنها خرجت هذه المعلومات اللي هي من عند الجمارك الروسية أو تم اختراقها يعني الصحيفة لا تتحدث لا تقولش من إنجابك المعلومات تقول أنها وجدت في المعلومات اللي قدمتها الجمارك الروسية كثير من المواد اللي استولدت من الصين ويمكن استخدامها في بناء السلاح الروسي بما فيها قضايا تكنولوجية كان يشتريها الروس كان يشتريها من الغرب بما فيها آلات أدوات تكنولوجية إلى آخره مهمة جدا لإمكانية بعث السلاح الروسي السلاح الروسي ستعرض نتيجة العقوبات الغربية إلى إضعاف شديد لأن كانت القضايا كانت الأدوات والآلات شديدة التطور وعالية التكنولوجيا تستورد من الخارج لما فرضوا عليها العقوبات اللي رأي وصلت إلى عاشر عقوبات الآن أرنا في الحلقة العاشرة من العقوبات الغربية الأوروبية خاصة طبعا العقوبات الأمريكية أشد فضعها هي والكندية والأسترالية والبريطانية على الروس فهذا أضعف كثير السلاح الروسي وخلاه يبدو أنهم غير قادرين على لإنتاج السلاح كما كان موسيقى